سلام غزالة ديالي كيف نتو مالي بس عليكم كانت مني يا رب تكونوا باخر وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله ومرحبا بكم مجددا في القناة ديالي دائما كتر حبيكم يا احلى واغلى متتابعات وتحية كبيرة مني لكم هنا جيتكم فيديو جديدة وكيف ما اصبق لي وعدكم انني غنشارك معكم طريقتي في تحضير الايس كريم او للقلاس صراحة هاد القلاس كيجي المدق دياله هائل جدا لا يقاوم كذلك اقتصادي وبمقادير اللي متواجدة في اي بيت وبحجم عائلي ندوزو المقادير وطريقة التحضير فبالنسبة للمقادير البنات او المكونات اول حاجة كنحتاجها وهي الكخام شانطية بالنسبة لي انا كنستعملها الكخام شانطية لتمنى دياله كعمشي 13 درهم كذلك هنا يا عندي النيدو بالنسبة النيدو تحتاجه غير هادك صاشية ليه كتكون صغيرة مرة كتعمشي 3 درهم ولا 5 عندي هنا 500 مليلي لتر ديال حاليب ليكون بارد جدا كذلك 6 ملاعق ديال السكر حبيبات هنا عندي ياغورت طبيعي ديال فانيلا ياغورت فارولا ودانيت شوكولا كذلك هنا يا كيف ما كتشوفو عندي فلان ديال فانيلا وواحد ديال فارولا وواحد ديال شوكولا ودابا غديندوزو الطريقة التحضير بالنسبة لطريقة التحضير البنات فاول حاجة خديت واحد الانا كيف ما كتشوفو وضعت فيه اول حاجة وهي الكخام شانطية كذلك غديندف عليه ديال نيدو فوق منهم غدينزيد السكر حبيبات كيف ما قلت لكم 6 ملاعق كيجي العبر مضبوط 100% وانتوما كيبقى الختيار لكم تقدروا تقللو من السكر او لا تزيدو كل واحد على حسب الطوق هنا غدينجمعت شي ومن بعد غدينزيد ديال حاليب ليكون بارد 500 ميليليتر من بعد ما نجمعت هذا الشي كامل مع بعضياته فهذا بغديندوز باش نخلط هاتشي كامل بل خلاط الكهربائي ونبقى نخلطه مزيان حتى كيعقد لي ديك الكخيم وكتطلع لي ديك مكونات كتطلع مزيان وانتوما معايات نطلق او من بعد وهنا الغزالة ديالي من بعد ما خلطنا هاتشي كامل مع بعضياته صبح لها الشكل هادا كيف ما كتشوفو الكخيم جاء قصح مخفيف يعني معتادين مهم البنات كيف ما كتشوفوه انا جبت واحد الايناء بنسبة لديك الايناء فانا غادي نفرق شويش في هذا وشويش في هذا وشويش في اخر يعني ثلاثة ديالايناءات غادي نعمل كل واحد فيه شويش من هاد المكونات هادو كيف ما كتشوفو هنا البنات مبعد ما فرقت كل حاجة بوحديتها فقديندوز باش نضيف البنوكهات او النكهات المهمة البنات باديوش عالية او الايناء غادي نضيف عليها هديك ضامون ديال الفراولة كذلك فلان ديال فراولة وواحد غادي نعمل فيه شوكولة واحد غادي نعمل فيه فاني وانا مشه هيدك بالنسبة للدامون او للف慢 تقدروا تستعملوا اللي تبقيتو تستعملوا الشوكولة او الكغامل فهده كيبقى ختيار ليكم انا فقط شاركت معاكم شنو عملت انا وشنو كيعجبني وانتو ما كتعملون اللي بغيتوا اللي يعجبكم فهده كيف ما قلت لكم كيبقى الختيار ليكم ضاف Manos بصراحة كيجي هائل جدا من بعد ما غنخلط هادو يعني كل حاجة غنعملها في بلسطها غادي ندوز باش غادي نعمل الطبقة الاولى في المول من بعد نصف ساعة غادي نضيف الطبقة الثانية ومن بعد نصف ساعة نضيف الطبقة الثالثة ومن بعد ما نعملهم كاملين غادي ندخل هادشي في المجمد ونخليه المدة ديال 8 ساعات عاديك ساعتك نجبدوه ونقدموه لكم شكرا 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 消ك شكرا شكرا هنا البنات من بعد ما عملت الطبقة الأولى وبقت في المجمد المدة 30 دقيقة كيف ما كتشوفوا ورها شدة في رأسها دبنا غادي نزيد الطبقة الثانية ديال الشوكولا وكذلك غادي نخليها المدة ديال 30 دقيقة في حالة بحر الطبقة الأولى كيف ما كتشوفو هنا يا راني كان ندور علي هاد هاد المغروفة هادي ونا ما عاد شنو كتسميوها باش كنسطح هاد هاد القناص ديالي باش ما كيشي شي طالع شي هابط ودابا غادي ندوز باش ندخل المجمد هنا من بعد ما خليت هال مدد ديال 30 دقيقة اه طبقة الثانية غادي ندوز دابا باش نزيد الطبقة الثالثة والاخيرة فالطبقة الثالثة البنات ما كتبقاش نصف ساعة وإنما ما كتبقى ثمانية ديال السوايع حتى كيبرد لنا القلاس مزيزيان وديك ساعة كنقدرون نقدموه للعائلة ديالنا اه صراحة كيجي مزيون 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 بزاف كنصحكم أنكم تجربوه اه مئة بالمئة غادي جيكم هائل من مرة الأولى ان شاء الله غي احترموا المقادير اللي اعتدت لكم هنا كيف ما كتشوفوه غادي نعوطوه مزيان وغادي ندخلوه مجمد ومن بعد غادي نرجع معاكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال هاد وهاء انا رجعت لكم الجديد يلغزلت ديالي كيف ما كتشوفوه كان هذا هو الشكل النهائي ديال ديالنا اولى الايس كريم ديال الطبقات اللي بحجم عائلي رائع المضاقل لا يقاوم صراحة ومضبوط مئة بالمئة ما فيش يتخرشيش الى جربته غادي يعجبكم بزاف 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 وبما انه الصيف على الابواب فالواحد كيعتش كيحتاج شي حاجة ليتبرد له على قلبه المهمة البنات كيف ما كتشوفوه كان هذا هو الشكل اللي بغيت نقول لكم دابا وقبل ما نسألي الفيديو اذا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة ما تنساوش تنضموا العائلة ديالي الصغيرة بالضغط على زر الشراك او لا سبسكرايب او لا سابوني اللي كتكون كتبا بالحمر تخليوها شي حمرا ومباشرة من اللي طلع الجرس لحدها ما تنساوش تفعلوه باش توصلوا بجميع الفيديوهات ديالي وانا متأكدة مئة بالمئة باللي ما غادش تنضموه الى الشتركتو في القناة ديالي اللي صراحة دائما كترحب الملتابعين ديالها وكذلك اذا كنتم المتتبعين كنبغي يقول لكم شكرا بزاف على التتبع لكم لي وشكرا لكم على تعليقاتكم الجميلة وشكرا لكم على الوقت اللي كتعطيوني واللي غنقول لكم ده وهو بسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة